طيب أتنقل معاك للأهلي وأتكلم شوي على خلينا أتكلم على أهم أخبارنا النهاردة في الأهل يعني بداياتا طبعا أبتدي معاك قبل ما أدخل في مرحلة تقييم كده لموسمين أمش هسميهم موسم واحد هم موسمين مع بعض كده خبط واحدة خبط لازق زيان بقول خلينا أخد رأيك في خبر عودة أحمد عبدالقادر وعمار حمدي لنادي الأهلي بداياتا من الموسم الجديد وإنهاء عارضه قرار بحية عليه مجلس إدارة بكبت محمود الخطيب ولجنة تخطيط وجهاز الفني أحمد عبدالقادر أنا تابعته من أول مباراة لي مع سموحة كنتم تابع الدوري كله بشكل عام هو وعمار من اللعيبة الاتنين اللي يستحقوا فعلا يرجعوا لنادي الأهلي أماكنهم محتاجاهم لعيبة عنده حلول أحمد عبدالقادر عمار نفس القصة عنده حلول ولعيبة ممكن توظفه في كذا مركز ظهر مع المنتخب قلومبي بشكل كويس جدا لفترة الفاتد كان يستحق من الموسم اللي فات انه هو يرجع عارضه يرجع نادي الأهلي بس بشوف ان الاتنين اضافوا كويسة جدا رغم صغر سنهم لكن هما اضافوا قوي جدا لنادي الأهلي فترة اللي جاية خاصة ان انت عارف برضو ان نادي الأهلي قسرت تشراكه في البطولات بتحتاج كل العيب فهيفرقوا كتير جدا لفترة اللي جاية معنى الأهلي انت عندك منافسة ضارية عندك منافسة شرسة حقيقي يعني ناحية الهجمية لنادي الأهلي النهاردة لما اجي بص فيها على الأسماء اللي كانت موجودة في سكواد والأسماء اللي اضافت عليها اعتقد انه في حرب ضروس بداية لصالح النادي الأهلي طبعا واعتقد كمانها مفيدة بالنسبة للعيبة جدا بس انا يعني من الحاجات اللي عجبتني جدا في مستر موسيماني الموسم الفات هي حت الروتيشن اللي كان بتحصل اه الروتيشن اللي كان بيعمله مستر موسيماني خلى اللعيبة كلها فت خلى اللعيبة كلها واقف على رجليها خلى اللعيبة كلها مش حدش عارف مين بكرة يلعب اه لما تيجي تفرج على نص الملعب أليو ديانجي وحمدي فتحي والسلية وأكرم طوفيه اللي أربعة ما شاء الله طول الموسم اللي أربعة بيلعبوا اللي أربعة متواجدين سواء أكرم في البكرات أو لما بيخش في نص الملعب اه حمدي والسلية وأليو ديانجي كانت ثلاثة روتيشن شاغال ما بينهم ومهما واحد فيهم غاب ما تحسش ان في حد ناقص نفس القصة برضو في قلب الدفاع لما بدر بنون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وورام ربيعة بعدما كان بعيد ورجع اه وساعة سامين كان بيخش على الفترات اه كان الاربعة بيلعبوا مع عودة متولد كمان راجع من الإصابة يظهر بشكل كويس الروتيشن اللي بيحصل ده كله هو فايدة للنادي الأهلي انت زي ما قلت حركة قصة البطولات اللي النادي الأهلي بيشارك فيها ناتجة عنها بفيه إصابات كتير انت من أكتر الفرق اللي كان عنده إصابات الموسم الفات أثرت علينا على مدار الموسم بشكل مش كويس في بعض مباريات فانت بتحتاج كل اللعيبة مثالي من الفرقة الوحيدة في الدورة اللي شارك فيها حوالي 19-20 لعيب من نادي الأهلي على مدار الموسم تيجي تبص لكل الفرق التانية أقصى هممكن تلاقي 15-14 لعيب في كل فرقة فنادي الأهلي طبعا الحرب اللي هتقوم ما بين اللعيبة هي المكسب كله لنادي الأهلي ان كل اللعيبة عايز يلعب وكل اللعيبة هتلعب يعني ما ظنش ان فيه حد محتكر مكانه كنا بنشوف طهر ساعات بيبدأ كعربة بيبدأ أجاية بيبدأ آآ الشحات بيبدأ وبيعود ففي روتيشن شغال كويس جدا